السلام عليكم المقطع اللي راح انا رسمت الماب والشخصيات وسويت حركتهم قلت اني راح اصوي المقطع اللي جاي شاشة البداية والوقوف فعشان هيك بدون اي مقدمة راح اصوي شاشة البداية بالاول لانها اهم حاليا بس قبل لا اسويها بدي اجانب اسوي غرف ثاني لاني بدي اعرف كيف هو اسوي انتقال بين الغرف يعني ان الشخصيه تغطي فح الباب وتروح الغرف اللي بعدها وهي ترسمت غرف اللي على السريق عبارة عن ممارة صغيرة وطبعا لاني لسه حمار في البغمات جاي رحت لي يوتيوب كان عادة ما في اشي جديد رحت لي مقطع ورا مقطع ورا مقطع بس الموضوع طرق كبير شوي لازم تكتبك وقت كثير الصراحة بس الاشي المشترك اللي انا لاحطه بين كل هاي المقاطع انه سي اشي اسمه اوتلود وهو اشي جديد الصراحة اول مرة اسمع فيه فبدأت ابحث عنه اكثر ما كان اشي بسيط اللي افهمه بس باختصار هو سيكريبت عادي في قدور زي اي سيكريبت ثاني انت بتحط سواء على كاركتر بدي او على area2d او غيرها من node بس اللي يميزه ان انت تكتب السيكريب بالفونشن والمتغيرات اللي فيه وتستدعيف اي سيكريبت ثاني بأي وقت بدكية عشان اوضح الفكر اكثر اتخيل معي هذا السيكريب اللي اسمه sound manager وكتبت فيه function يشغل صوت المشي على سبيل المثال بعدين اروح لكود اللاعب واكتب مثلا if player is moving يعني اذا اللاعب كعب تحرك اكتب اسم autoload بعدين اكتب اسم function وهذا الكلام اقدر اطبقه بأي وقت بأي شكل جدية مش بحاجة احكي لأي درجة هذا كلام مفيد صح المهم بعد مفهمة autoload كيف يشتغل ضل عندي موضوع الانتقال كمالت بحث في يوتيوب ولكيت هذا المقطع ويضهر بأحسن كود على الكيته حرفيا عبارة عن function واحد وقف عندك بدي اشرح جزئية الـ autoload مرة ثانية وبالذات جزئية الانتقال بين الغرف لانه يمكن فيه ناس تعيش تتحكي انجليزي والفيديو اللاعي اتعلمت منه مش احسن اشي الصوت عنده في المونتاج على السريع هيك علشان اعمل اي سكريبت بروح على project project settings بضغط على علامة هاي اللي هنا وبعمل له add انتهى بس معلومة على السريع وهي ان الـ autoload او global وانه مش شرط تحط سكريبت عادة ممكن يكون مسهد كامل كما هو عامل هنا بالمشهد الذي هنا اعيندي بس animation player و color rect وانه مش رح اعيش فائدة كل واحدة فيهم طيب الـ function له ثلاث قيم لازم يأخذها الغرفة وحدها سيني وصادة الغرفة بتكون انت عاملها فوق هام هناك const انه قيمة ثبتة تتغير وهي باختصار انك تعمل بريلود وتحط الغرفة او المشهد باللي انت بدك تحطه يعني مثلا عندك هنا روم عندك انت هنا الغرفة الموجودة بتحط هنا نفس ما هنا موجودات تمسك كليك اصار وتفلتها بس بتحطها بكلمة بريلود المهم تنزل على الـ function ready وتتأكد ان الـ correct يكون مخفى على اساس انه لا يكون شاشة سوداء في البداية بعدها يبدأ الشغل هسه سوف اشرح كيف يستغل سطر سطر بس بالاول تذهب على طريقة التي تفعل فيها هذا الكود ترجع على الـ ToD هنا عندك الغرفة مثلا وتعمل على سكريبت بالاسم البداكية اول شيء تفعله ترجع على الـ node و ترجع على body enter وتعمل لهم رابط و تعمل connect وتكتب عندك يساوي بلاير يعني ان الجسم الذي يدخل على الـ area اذا كان اسمه بلاير وهو الاسم هذا لا تنسى تعمله copy paste اذا كان اسم معقدة اذا كان اسم معقدة وضع كنترول V المهم اذا كان الجسم اسمه بلاير معناته اللاعب داخل الـ area فخليلي المتغير هذا بدل false واذا طلع اذا الجسم اللي طلع برضه كان بلاير خليلي المتغير false على اساس انه يصير مثل تبديل بعدها ترجع على function process اذا اللاعب كان داخل الـ area وضغط على زر الـ enter حرف الـ e يذهب الـ room manager يستدعى الـ global change room اسمه الـ function room manager المتغير 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 منطقة فأنت تضع اللاعب يجيب وتفتح الـ inspector وتنزع ترانس فورم وتمسك هذه الـ احداثيات copy paste وترجع الـ secret وتضعه هنا هذا السيني و هذا الصادي تمام ثم تحول انه الـ اللاعب انه انتقل الغرفة ثانية الـ function هاذا سيحدث عندما تستدعيه نرجع لهم هذا الـ function احنا اعطيناها غرفة واعطيناها أحداثيات سيني وصادي يحدث أنه يظهر الانيميشن ويعمل الانيميشن اسمه Trans-In يعني اللي هو الانيميشن هذا اللي هو Trans-In اللي هو لو شغلناه ان الشاشة تصبح اسوص هذا بعدها عندما يعمل هذا الانيميشن هناك محطوط أمر انه يصبر على بال ما يخلص الانيميشن لما يخلص الانيميشن يكمل الشغل اللي تحت عدنا عندنا عرفنا متغير اسمه Room وهذا ما يعمل RoomPath.Extantiate الانيميشن فاعل وهذا ما أفهمته الصراحة أنا أعطتك اسمه الاسم وهذا ما هو هذا أنا أعطتك الـ Path هذا كامل فأنا اللي أريد إعاده منك تنقلي هذا الـ Path على هذا المتغير تمام؟ أنا أفهمها بهذه الطريقة لو لم تفهمتها شخص عادي لنريد الطريق قدامك بعدها هذا أهم أمر أهم سطر كود في الفنكشن تقريبا getTree.getRoot getChild .free لما انت تشغل ثماني خليلي الآن اللعبة على جنب تسكرها عندما انت تشغل اللعبة سيظهر عندك كلمة remote و local اضغط على كلمة remote سيظهر لك هذه الأشياء عندما انت تقول getTree يعني اجب لي هذه الكليات من فوق إلى تحت كاملة .getRoot هذه الـ Route ادخل لجواتها شو فيها أشياء جوه .getChild رقم ثلاث معناته ادخل جوه الـ Route وأعطيني ثالث خانة يجب لي رقم ثلاثة ليها الـ Option Manager لا البرمجة غير نحن عندما نتحدث 1-2-3-4-5 لو بدنا نتحدث للخمسة بالبرمجة بالبرمجة العاد من الصفر يعني عندما نتحدث للخمسة 1-2-3-4-5 بالبرمجة 0-1-2-3-4-5 يعني باختصاد 0-1-2-3 هذه البدنية .free معناته احدث لما هاي كلمة .free أو .qfree معناها انه احدث فإحنا أصلا لما ندخل انتبهوا لهين لما أنا أدخل لما أنا أفوت هنا وضغط E تغير انحذف و تغير كم مرة هاي كم مرة E انحذف و تغير هاي هي الفكرة من سطر الكودهاد طيب getTree.getRoot.addChild هاي هي الروم اللي انت حذفته استبدال ليه بالروم ثاني اللي هو addChild الروم اللي احضرناه هنا و حوالنا لهذا المتغير بعدين روم.getNodeGame طيب هاي الريموت هاي الريموت هاي اسمه الروم صار روم.getNodeGame يعني افتح هاي اعطيني النود اللي اسمه Game هذا النود ادخل عليه بعدها getNodeBlayer دور اللي على نود اسمه بلاير هذا .position يعني الموقع تاعها يعني لما اضغط عليه من هنا بروح بذور على بلاير انزلي اترانسفور على position هذا الخيار وحطي اللي يساوي فيكتور xy xy y يعني غير الموقع لبلاير لهذا الموقع و نفس الاشي لآية getNodeGame getNodeAya dot position فيكتور 2 xy نفس القصة نفس الاشي لدخل هذا يجب ان اخر ظهور فترة بين الدخول يعني ان ادم دخل قبلها دخلها على جنب اسم dot trans out هذا روم مانيجر trans in trans out الفكرة هنا من العكس السوداء صارت شفافة يعني انه خلص اللودين يعني من بعدها فعل المشهد استنى المشهد عربما ما يخلص و يخفيه للنود كان مرة عملها هيك خلص سكينها خلص انتهى شغلها هذا هو مبدأ عمل function الفكرة هنا بهذا الأصل تقريبا او بالأصح في هذا هذا هو مبدأ العمل كاملا متكاملا وهيك خلص انا شرحت او كيف مبدأ عمل انه انتقال بين الغرف بعد ما خلص عملت الانتقال بين الغرف اجي وقت شاشة بداية وبصراحة انا كنت متفائل ان اقدر اسويها بدون شروحات لان خاصة فهمت كثير اشياء من قددد اللي كنت خايف منه بس هو خارنة الارفذات اما الباقي من الازرار و كتابات كنت شفت لها مقطعا من قبل بس من باب الاحتياط بدي اسوي شاشة بداية تسليك عشان اشوف اذا لها احتاج مساعدة او اقدر امشي حالي بسمت على السريق مستطيلين اللي هم رمادي شفاف عليهم مخطوط عشان احطت عليه الازرار و هاي اغبى حركة سويتها في اللعبة كل هذه الان حطيته في قددد و حطيت وراه خلفية سودر و بدأت احطي الازرار بس مثل ما هو واضح اشتريت لزبالك لانا نغير اشياء كثير بالازرار واحتو نزلت خط شكله حلو الصراحة بس ما عرفت اغير شكل الزر نفسه يعني الخلفية اللي خط اذا ضغطت عليه او على الزر اذا وقفت عليه و شغلات زي هيك انجبرت اروح اليوتيوب وبعد بحث مش طويل الصراحة لكيت افضل طريقة وهي اشي اسمه فيبو جودو تخاني اسمه اقدر اتحكم بكل اشي حرفية من الوان لاشكال حتى ان احط صورة على جنب الزر يعني اشي بيرفكت شلت الخلفية للزر و اخفيت المعوصل ان اللي بي مش راح تحتاجه وهي كتم صار انا شاشة بسيطة كل اللي ضل علي قائمة الابادات اللي قبل اللي ابدى فيها بقيت افكر ايش راح احط اعبادات واللي واضح ان انا بحاجته ان انا بدي زر تحكم بالصوت سواء بموسيقى او موثرة صوتية و بدي احط زر full screen عشان اكبر الشاشة و بدي احط تغيير لغات لان بدي احط لغة عرضية ليش؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك انا ذات نفسي مش عارف ما بدي احط كثير لغات بدي احط بس عربة وانجليزة المهم سويت قائمة وحطت الازرار وعملت مثل رابط بين كل زر والثاني والرابط هذي فكرته بسيطة وهي انه اذا ضغطت على الزر الفلاني اعطي الفوكس للزر اللي علاني ما هي فكرته بنكود بس لما اعرف انا كل الافذات نفسها كيف اشغلها وقط فيها خوصا الاسوات لازم ما بعرف كيف اتحكم بالصوت و بدون اي مقدمات روحت ونزلت اصوات ازرار للقوائد زي صوت الضغط على الزر او الانتقال بهالاذرار او انه الزر مكفل ما تغطيط على طريق ورعت ليوتيوب عشان اعرف كيف اتحكم بالصوت مش كيف اضيفه لاضافة الصوت سهلة انا بعرف كيف اسويها حتى اني بعرف كيف اشغلها بس موضوع اتحكم بشدة الصوت هذة اللي كان جديد عليك بس ما طولت كثير ولكيت شرح راح اترك رابط المقطع اللي جيبت منه الشرح للوصف لين كسر كم بشوح الصراحة لسا ضايا شغلات ثانية اللي اشرحها كل اللي تحتاج تعرفوه اني انا اضيف حكم بالصوت واخيرات بعد ما خلصت من موضوع الاصوات رحت اشوف كيف بدي اعمل فويس كرين واللي حرفيه سؤال واحد من شارجي بدي وكان الكود عندي وهكو وصلنا للجزء الاخير من اللعددات اللي هو اللغات في بداية انا كنت مفكر تغيير اللغة اني اسوي كل اشيه سويت انا في اللعبة بس مرتين يعني انه ذا قوائم بالانجليزة عام بقائمة ثانية بالعربي انا هي كنت مفكر بس بسرعة استوعبت انه هذا الحكي مستحيل لان بعدين ستعجي ان اسوي احتيب غرارات ومستحيل اسوي كل اشيه مرتين باللعبين عشان اللغة وانا كنت اجيه بقودة اسمه فكرته باختصار انه تكتب بقودة اذا لكيت هاي الكلمة مثلا في خانة التكس ترجيمها لهاي الكلمة اعتقد انه فكرة واضحة و بسيطة بس هيك هكرا هترك شرح في الوصف واللي عنده اي سؤال يتواصل معي على الديسكورد هذا هو اليوزر نيل تاعي وان شاء الله اخدر افيدكم بالكمال معروف اللي عندنا طيب للان الامور ماشي زي اللوز بس فيه مشكلة واحدة وهي الشكل الشكل الزبالي جد بنسبالي والمشكل الاكبر اني ما بيعرف اصمم بيوان وهاي مشكلة كبيرة ان شكلي القوائم مهم ويحسن من تجربة اللعب وكلما كانت ابسط وعملية اكثر كلما كان احسن قلت لي نفسي اخلي موضوع الشكل بعدين وادور على اشيه احطه في الخلفية السودة اللي ورد القوائم هاي لان شكلها فاضي مش افضل اشيه ماكنت بدي ارسم رسمي المواطنة الخلفية لان مش عارف اشي ارسم الصلاحة ومدر احنا اخذ وقت وانا مفلس بس اجل ببالة احط اشي زي ضبابة الخلفية في البداية كنت تفكر اني اقدر انزل فيديو من يوتيوب واحطه بالخلفية الشكل كنت تفكر لو كان برنامج الانتاج بس بحثت وما لكيت اي نتيجة بس بعدين كنت خليني اجرب اخلي الفيديو عبارة عن فريمات سبرايك اشغلها في الانوميشن بلغر او الانوميات سبرايك الفكرة ازمالي انا بالتعلم انا فقدت الامر و رحت محفة على النات اكتبت هاو تو اد هوغ ان قدوت انا اكتشفت واحدة من اكبر الصدمات اللي بحياتي وهي انه قدوت عنده لغتين برمجة اللي هي جي دي سي كريبت و جي دي شيدر سي كريبت و جي دي شيدر هاي سي كريبت هاي هي اللغة برمجة بس تبرمج الصور او الاشياء البصرية انصح التعبير يعني تسوي تأثيرات بلتش تحط حواف سودا تغير الوان شغلات زي هيك و انا كلي جوس تحيل اكبر اعلم لغة برمجة ثانية دخلت على يوتيوب و طلعت قطاق جي بيا مدير على كل اشياء اشياء قدامي تحيل احاول اخترر اي اشياء جديد من راسي طبعا بعدين انا اكتشفت انه في موقع على النت اصلا يبتبحث على التأثير اللي بيدك اياه وبتسوي ناسي خلاصق للكود و اذا فيه اي خطوات ثانية هو بيكون مكتوب ايش هازل يتسويه يعني باختصار مش محتاجة تتعلم هاي اللغة النت فيه كل التأثيرات اللي بتخطر و اللي ما بتخطر على بالك يعني باختصار عدت على خير وهذا هو شكل الغواب اللي طلع بالنهاية و هيك خلصنا مهمة ثانية من المهمات اللي كانت علينا و ضل الشكل العام اللي قوائنا واللي الصراحة نهائية ما نعرف ايش رح سوي معنا ما في اي ايش ببالي موسيقى اهلا معين سلام عليكم و عليكم السلام شو ليساتك تشترع الليبي اه والله فش عندي ايش يسوي غيره طيب هس ارتاح شوي و تعال نلعب نوياك ايش تلعب اه موبايل اجند فش عن ايش غيره انت بتعرف ان انا ما بحب هاللعبي صح نزي ما اظل موجود انا شو تكتامل العب اسماء العب جيم واحد بعدين ندور ايش ثاني عشانك بس جيم واحد بس بس بعدين نروح ندور على اي ايش ثاني انا هيك خلاص بديش اكمل اليوم على اللعبة الوقت اصلا يتأخر فبدي اكمل بكرة خلاص ولا اهمك بكرة اي ثواني افتح من الجوال لنجعل هذا العالم مفعما بالحياة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أحسن الإصجاح هواه، ساعد حجرة أست Class حسن آه قي Перв أحسن ليه وارد 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 على اللورد يا الله جمعوا عنده اللورد ما يساكتهم الاثنين تعالوا لي تعالوا لهم تعالوا لهم اهدموا يا عادي عادي ما عليك هم أنت هم أنه أغيرت مهارة ما تلت حضر المدول حضر المدول هذه هي ممتاز مجنوب 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 لا يسمى بروت لا يسمى بروت لا يسمى بروت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو اللي سوى الانيميشين كمان فعندما هذا المنبر يا رجال ادجر التحية لاللي بيسأل كل اللي سويته انه كتبت هذا الكرب واللي بيساويه انه كل سبع ثوانه بيختار واحد من الرقمين اما زفر او واحد اذا اختار رقم واحد يشغل الانيميشين واذا اختار صفر ما يشغلوش وبس هيك صار عندنا شاشة بداية شكل رهيب بس ضل اشي واحد وهو اسم لللعبة واللي مش عارف ليش كنت اناسي ولها الساحة تذكرته رحت لشات جي بيتي وحالاته يعطيني اسم لللعبة واجعين على اسم سايلان توسبرغ يعني همسات صامتة بالعربة مش عارف فساته حلو بس ما عجبني الاسم بالعربة الصراحة فعشان هيك انا سميت اللعبة حاليا اسم بروجيكت سايلان كاسم مؤقت لللعبة وبس ضمنك هيكل اشي تمام القوائم جاهزة واعدادات شغالة بس مش عارف ليش حس حال ناسي اشي المقطع الراح انا رسمت الماب والشخصيات وصويت حركتهم قلت انا رح اصوي المقطع اللي جاي شاشت البداية والوقوف 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 اه لا